اشتركوا في القناة وصحتك النفسية كمان وكتير من طرق علاج السمنة وملاكز علاج السمنة اللي بتشتغل على هذا الموضوع نظراً لأهميته وطول الوقت لما الحاجة بيكون ذات أهمية بهذا القدر بيكون فيه تطور كبير جداً في العلاج فلو اتكلمنا الشهر اللي فات الشهر ده فيه حاجة جديدة أو فيه طفرة جديدة في علاج السمنة وخاصة لما يكون مع حد متخصص حد من الناس الشاطرة جداً في هذا المجال النهاردة هيكون معايا دكتورة جهان فريد خصائية علاج السمنة والنحافة ودبلون في التخزيات العلاجية ودبلون في علاجات السمنة من جنوب أفريقيا دكتورة جهان برحبت السمنة السمنة يعني دايماً لما بقول السمنة دي كده مرض العصر مرض العصر حسين قلبه بيجعني يعني أنا لما بشوف حد واسده زيادة أو الموضوع بقى مفرط عنده قادر أقول إنه بيصعب عليه لأنه بيعاني في حرقته وبيعاني في ماشيه وبيعاني في إنه يقوم يصليه وبيعاني في إنه يقوم يتحرك من مكانه أو يشيل حاجة أو يطلع سلم لما شوف ناس ممكن عشان يطلع تلات أربعة دوار لو ما فيش سنصير ممكن إنه هو يشعر بكم من العياش يده ممكن يقوى صغير وده المشكلات كبيرة بالنسبة لي لما شوف حد عنده معاناة نفسية كمين عنده معاناة نفسية مش قادر يلبس لفسه معين مش قادر يتحرك بسهولة قبل ما أتكلم عن السمنة بمفهومها الكبير خلينا نقول إمتى أحس إن أنا أحمي الأول أهلا بيك وأكلمنا مع بعضها سمنة بالكده وقلنا نحس إن الزيادة في الوزن إحنا طبعا عماتش هنقيم السمنة في عندنا كزان وعندنا زي ما قلنا بالكده السمنة المتوسطة أو السمنة الأوبستي اللي هو السمنة المفرطة وفيه اللي هو زيادة مجرد زيادة في الوزن وده كله بنحدده بالبيئماء آي بتاع الجسم اللي هو كتلة الجسم إحنا نشوفه قد إيه طول المريض ووزنه وعمره وبندربهم في بعض بطريقة معينة بيطلع البيئماء آي المفروض إنه طبيعي يكون أقل يعني من 17 لتقريبا 23 ده بيكون السمنة طبيعية فوق 23 أو من 23 إلى 25 بيكون زيادة في الوزن فوق 25 بيكون زيادة في الوزن متوسطة فوق 30 من 30 أحيانا بتوصل إلى 40 و45 دي السمنة المفردة ودهي طبعا أخطى الأنواسين أنا هاعترض اللي يعني في بعض الأحيان بيكون الطول والوزن مناسبين تمام بس ما فيش تناسك بين الجسم في أماكن معينة في الجسم دي ما تعتبرش سمنة دي سمنة موضعية سمنة موضعية سمنة موضعية يعني الدهون الموجودة في الجسم مش متوزعة صح نتيجة مثلا نتيجة هرمونات نتيجة عامل جينية ورسية نتيجة أشكى حاجة كتير جدا بتأثر في الموضوع ده ودي مش سمنة ما نقيمهاش في السمنة بيكون الجسم كويس جدا والوزن كويس جدا بس بيبقى عنده المشكلة دي تجمع الدهون في البطن أو في الأرداب أو في منطقة اللي هو الأجناب اللي هو الساي في ناس بيبقى في الوجهة أكتر حاجة والدراعات ودي تعودة برسمنة موضوعية ودي لها علاجات لكن لا ما أقدرش أن أنا أحطها من ضمن السمنة أو العلاجات السمنة أو سمنة مرضية أو كلام كده طيب هنروح يا دكتورة بس عشان زالة دور هياس هنروح تنسى مع العلاجات ونرجع مرة تنسى شكراً في كل مكان ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم موضوعنا النهاردة ونتكلم عن السمنة والنحافة ونتكلم عن تأسيرات السمنة بشكل عام على الصحة النفسية دكتورة جهان كنا نتكلم قبل ما برحل الفاصل لأنه أحياناً ناس عندها وزنها مناسب ولكن ما فيش تناسك في الجسم بيكون في زيادة في أمكان معين لما يكون في زيادة دي احنا بيتصنف تحت بند إيه دي بتصنف تحت بند تحت بند سمنة موضوعية دي مش سمنة مرضية في فرق بين سمنة يعني سمنة أنواع ومراحل في أنواع في سمنة مرضية اللي هي لازم علاجها لأن هي زي ما حادت قلت بتمنع الواحد أنه يتحرك بسهولة يطلع سلم يشتغل بتقبرحته يلبس برحته اللي بسقول ممكن تتصنف تحت سمنة الموضوعية لكن الحركة النفس في ناس ما بتعبش وتنام السمبل اللي لازم ينام قاعدين أو نص قاعدة عشان موضوع سمنة مسببتها طبعاً والمراضي اللي بتجيبها دي سمنة المرضية لكن سمنة الموضوعية بيكون هو فت كل حاجة فيه كويسة لكن فيه تكون دهون وغالباً زي ما قلت حاجة بيكون جيني أو لغوط ترمونات أو غالباً جيني وراسي في أماكن معينة من الجسم فدي تعتبر سنة مهما عمل بتفضل الأماكن دي موجودة لأن هي دي نسبة الخلايا الدهنية في الأماكن دي مختلفة أو أكتر من بقية الأماكن في الجسم فهي بيبقى توزيع الدهون شوية يعني ما نقدرش سبحان الله نقدرش قول مش متوزعة صح بس كتير أو متكتلة في أماكن معينة من الجسم ودايماً الرجالة بيطلع زيارة الدهون بالنسبة لهم بيكون في منطقة البطن والأرض وخاصة بعدما يتجاوز كرش كرش لرجالة كرش الرجالة لا فبيبقى أكتر منطقة فيها مجمع فيها الدهون وتقريباً أكتر مكان بيسبب شكل مش مناسب مش لطيف آه مش لطيف بالنسبة للرجل ده ممكن يبقى يبيرجح عاملو الأي عشان بس الناس يستخد بالها وبط يعني يلي بيعمل ده هو على حسب السن يعني هو لو سن صغير عاملو أكيب بيكون عدم الحركة الكويسة سوق التغذية أنه بيكلش كويس ما بيكلش أو بيأكل كميات أكل فيها دهون كتير فتملي الدهون بتتراكم عند الرجال في مطقة البطن زي ما قلت لحياتك عدم الحركة والنس بتبقى فيه كتير شغلها مكتبي فطريقة قاعدتها وتريقة شغلها ما بتقومش بتحرق كله شوية عشان كده ما بيبقاش الجسم بيحرق بيحرق قافل شوية بس بيحرق الدهون بالنسبة عالية وطول ما قاعد بيأكل وهو قاعد فطبعا الموضوع ده كله بيتكون في موقف الكرش لكن لما بيقى أو في البطن لكن لما لأن يجولي البطن عند الستات أكتر من الرجال لكي حرف لو عراجلها دي الكرش لأي بطنه كده من تحت المنطقة الصدر وكبرت كلها وده بيكون مع تقدم السن غالبا مع تقدم السن بيزيد حجم البطن للرجال زي ما في أماكن لا وبدأ يزيد الدكتورة مع زيادة بقى فكرة فاسفود يعني المطعم عمالة تنتشر والإعلانات للمطعم بتزيد وشكل الأكل مغري وحلو جدا شوف الأكلة من هنا وده كل دهون مشابعة دي مشكلة الدهون انت بتعود مدة كبيرة في الشغل شغلك مكتبي مفيش حركة ممكن ما يكونش أعمل حسابك إنك تأكل لأنك تأكل في الشغل في المدة دي كلها فبيأكل بيستسهل يأخذ قهوة يأخذ شاي يأخذ يأكل فاسفود والقهوة والشاي بيعمله وطن تانشن فبيزوده نسبة تحجم وزن الجسم القهوة الشاي أه يعني القهوة بالذات لو ما شربتش وراءه مية تعمل تغزيم مية في الجسم هم فيهم كفايين بيحرقوا بس برضو بكترة لازم تشرب بعدها مع كل فنجان قهوة لازم تشرب هي القهوة مدرة للبول وفيها كفايين بتحرق بس في نفس الوقت لو ما شربتش مية كافية بعدها خصوصا بعد يعني يفضل بعد شوف بطنجان القهوة تأخذ كبات مية جاملة عشان ما تعمل لكش موضوع الوطن في ناس تاني ما عندهاش مشكلة دي في ناس ما عندهمش اي مشكلة وكويسين وبيعملوا رياضة وكل حاجة بس مرضى السكر مرضى السكر برضو لازم نعرف ان هم جسمون احيان رفاعة جدا وبطنهم كبيرة وده من عراض مرضى السكر او من العامل الجانبين مرضى السكر فده برضو بيبقى عند الرجال ابتداء بالسلات خيس السمنة زي اي مرض في الدنيا ليها مراحل في الاصابة وطرق مختلفة في العلاجة لو حابنا نتكلم عن ايه هي مراحل السمنة عشان لو انا اعكى مشاهد دلوقتي اقدر اصمى في النفس اشوفها نفقين محر احنا قلنا مراحل السمنة او قلنا السمنة زي بنعرف ليه كانت متوسطة ولا مفرطة ولا بسيطة ولا اوبرويد لكن فيه بقى انواع او مراحل السمنة اللي هي ايه اه حقول لها حياتك هي بداية يعني عندنا المرحلة الاولى بالنسبة للمرضى السمنة بيكونوا الاطفال وده منتشر جدا دلوقتي الاطفال بيبقى النسبة كبيرة منهم بيبقى عندهم سمنة اللي سمنة المبكرة بنقول عليها ما كانش فيه الكلام ده بالكده ان حركة الطفل طبيعي انه هو النخشيط يعني دي اكتر او من ضمن الحاجات اللي الواحد يشوفها دلوقتي اللي لقى طفل عنده 7-8 سنين 9 سنين ده بده يروح يعمله بايبقى دلوقتي ويعمله عمليات سوري مش بايبقى سليب وكلام من ده عشان مرض السكر للاطفال ذاك كتير جدا موضوع السمنة فالأطبعا هي سمتة الاطفال للمرة واحدة وانا امرأي ان دي اخطر انواع السمنة ايه ما هي خلاص انت بتقتل الجيل اللي هو قبل ما يعمل تقتله نفسيا وتقتله مرديا وتقتله كل حاجة مرة ذكرة المشكلة في الأمهات انا صح يعني بس خلينا ده لعب أمهات والفاستفود يعني هي بتستسهل تعمله أكل صحي فبتقوم جايبه له أكل منبرة ما لكن حتى لو مش فاستفود اللي هو ما قالي وكلامت اي أكل منبرة عمره ما هيكون بيستخدم الزب زي ما تستخدمه في البيت مش هيكون بيستخدم كمية الدهون النظيفة لو قالي في الزب بيكرر أكتر من مرة فيكون مشبع فكل ده بتخزن في الجسم وبيكون أساسا خطر يعني هو بيجي بيسبب أمراض سرطانات بيسبب سكر بيسبب كولسترول بيسبب حاجة جدا جدا يعني لو الأمهات عايزين يأكلوا أطفالهم أكلوا من برة طبعا كل طفل بيطلب فمش ده تقول لا ممكن مرة في الأسبوع يعني لو مرة في الأسبوع في الويك اند يعني هو دلوقتي عالميا منظمة صحة العالمية بالنسبة للأطفال السمنة مش بيعملوها هرم غذائي يعني عشان يقول لك مفرودي يكون قد كده وقد كده يعني طفل مفرودي يكون كل حاجة لكن هما بيعملوها هرم غذائي بيعملو حاجة الطبع يعني هو دلوقتي بقى الهرم الغذائي بديل الهرم الغذائي اللي هو البليت اللي هو تكوين يعني اللي هو بيحتوي على الطبع المعمول ده لازم يكون محتوي على بورتينات لازم يكون محتوي على نسبة دهون مناسبة عشان الجسم لازم يكون محتوي على كربهايدريت لأن الطفل حركته كتير جداً فلازم يكون عنده نسبة دقة بس كربهايدريت يعني كويس مثلاً عاش العادي أو العاش السن أو كلام من ده لازم يكون محتوي على نسبة كبيرة من الخضار عشان أمراض وعشان فيتامين سي وعشان أمراض الشتاء فلازم يكون محتوي على كل حاجة سكريات ممكن يأخذ سكريات بس يفضل أن يأخذها من الفواكه فده المنظمة الصحة العامية بترشح للأطفال مش الهرم الغذائي النهائي اللي بنعمل دايت الأطفال وكلام ده خطر جداً هو مفروض لا بنعمل هو الطبق اللي هو بيكون لازم يكون فيه ملون فكل أنواع الفيتامين سيكون موجودة فيه كل ما كانت طبق ملون كل ما كانت الفايدة فيه أكتر طبعاً أكيد بس ونعملها له ممكن بعد كده المرة في الأسبوع لو عايز يأكل فاستفوت ده بالنسبة له يعني أكد يعملها له مكافأة أنك أنت مثلاً تقول أسبوع ماشين كويس بنأكل كويس خلص أكلات بتعملها له وممكن في الأسبوع ده المرة دي هو عيات العيام الرياضة غالباً بيكون في الويك اند الويك اند الأطفال بيتحركوا كتير بيتجري في تاعب مال فبيجيب هو ده المرشح يعني لكن نحن نعمله كل يوم أو حتى مش فاستفوت أكل عادي من كل يوم برا لأحرام لأن ده كل دهوم مشبعه وده اللي بأثر الأطفال في موضوع السمن بترشح إيه للأم تعملوا لطفالها في واجبة الفطار واجبة الفطار زي ما قلت حالك لازم يكون فيها بروتين أهم حاجة والكربوهيدر في إيه بقى يعني هو ممكن البعض المشاهدين مش هيبقى هيقدر يحدد إيه والكربوهيدر موجود في إيه أو إحنا عايزين نقوله واجبة فيها واحدة تنة ترى تربعة طبعاً سهل النص تقدر تجيبها بسورة طبعاً هو دلتش إحنا في وقت المدرسة يعني وقت المدرس إنت لو كبات ما قدرش تجيلك البيت اللي أنت عايز وتعمل له الطبق زي ما أنت عايز أوكي بس على الأقل لو إحنا قل لو على أبسط حاجة بدون تكاليف الساندويتش اللي بيأخذوا الطفل معاه في دلتش بيأت فيه مشكلة كبيرة جداً إن كل مدرس ممتشر فيها الكانتين أو الكافتيريا أو الكانتين دا والكافتيريا غالباً بيكون يعني مأجرة شركة برضو من شركات الفاستفود فالأطفال بيفضلونهم يأكلوا فيها لكن هي لازم تحافظ على الموضوع دا إنها تعملوا اللقب اللي قدع معاه ساندويتش مثلاً لو الكربوهايدريت حتكون موجودة إما في كورنفلكس ممكن تديله مثلاً لو حتى كورنفلكس يأكله عاجل لو بيحبه هو سكر يكون قليل مع اللبن أو بدون لبن دا أخذنا كده بروتين ودهون وكربوهايدريت أو ساندويتشات مثلاً الكربوهايدريت حتكون موجود في العيش إذا كان عايش أصمر أو عايش أبيض أو أي أنواع العيش والبروتين نقدر ندهوله بالبيض مثلاً ساندويتش بيت ساندويتش عايز حاجة حلوة ممكن نديله ساندويتش مربة ممكن نديله فول السوداني اللي هو البينات بيتر دا مهم فيه جداً 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 للأطفال ممتاز لازم يكون معاعدة صغيرة فيها فواكه مقطع لأنه دلوقتي اليوم أطفال طويل في المدرسة بيأخذ سناكس بيأخذ كده فيكون السناكس بتاعه يفضل زي من يكون باسكوت والشبس وكده يكون فواكه بتقطعها له وتحترف تلاقيها تشوفها اللي بيحبها أو فروت سارك برضو بيأخذوا معاه في الطبق وده أهم حاجة اللي يأخذوا يبقى كده أخذ كل الوكبة المناسبة لغاية ما يرجع له أجل تقريباً نص اليوم في المدرسة إنه برجع ساعة أربعة وممكن تقريباً نقطع من نص وبيرجع أربعة بينهم تسعة مثلاً منزل بدري جداً الساعة طبعاً ويفضل كمان أطفال قبل ما ينزلوا يأخذوا أي حاجة يعني لازم يعني ادي لهم كوباية لبن تدي لهم في أطفال ما بيقدرواش يأكل صندويتشات تطورة زمان كان قبل ما قومت صحة من النوم كانت والدتك تقومت ديك كوباية لبن كوباية لبن ده خذة خلاص يابنين بالها والدتك بتعمل حاجة الله يبنين خير يعني كانت تحط اللبن وتحط فيه البيض اللي هو بيضاي عشان البروتين ويجيب كوباية اللبن وحترب بيضاي وتحطي شرابيها حاطي شرابيها يعني هو كان ده المبدأ وده كان ده القناعة فكان حتى صحة الناس الأطفال زمان لصحة الأطفال دلوقتي احنا كنا بنسمع على مرض السكر أطفال أنا أصلاً يعني حريك بتقوليها أه بفتكر أه بشوف أطفال وزنها زيادة شوية بس مكش متوقع أنه الموضوع وصل أنه بقى فيه فعلا الطفل يامل يروح يعمل السليف مثلاً ده حوالك دليل لأن اللي بيوصل لمرحلة سمنة كبيرة ومش همامته تحفظ على جسمه هو عشان بيوصل لمرحلة من السمنة بتوصله المرض لأنه بيبقى يعني بداية اللي هو بري ديابيت اللي هو بداية قبل السكر أو هو مريض سكر أصبح مريض سكر سكر أطفال مشكلته اللي ما بيبدأ مش بتعالج نهائي بيبدأ طول عمر ياخد أنسلين يعني بيكون نوع السكر الأطفال صعب جداً وبيأصل على كل وظائف الحيوية وما ديرش يصمت السكر بتاعه ويحافظ على وزنه وما إلى ذلك المموع بيبوز بشكل كبير طيب دي كده الجزء الخاص لسمنة الأطفال وأنا بجد يعني فكرة أنه أنا عايز حلقة الوحدات تتكلم كده إنه مهمة جداً جداً ممكن أن نتكلم حلقة كاملة أنا لو يعني استفدت في سمنة الأطفال ممكن نخلي حلقة كلها عن سمنة الأطفال بس خليل نهار دا نتكلم عن السمنة بشكل عام وبعد كده نخصص حلقة لسمنة الأطفال سمنة عند الكبار الكبار مراحلها برضو مراحل سمنة عند الكبار مثلاً أحدها كان عندك évidemment بالنسبة للسيدات السيدات بعد الحمل والولادة أولاً في مرحلة البلوغ قبل الحمل والولادة إذا постоянًا بنخذ بقى مراحل نمو الإنسان المرحلة البلوغ فيه كتير جداً بينقسم بنات بل زب بينقسم الجزئين منهم بيقى بجسم بيدرب سمنة وتلاقي الهرمونات لما تلعب في الجسم تلاقي الزيادة في الوزن جامع يتلاقي بسرعة 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 مثلا في خلال سنة اختلف وطبيعة اكلات طبيعية بس شغل يعني البلوغ فيه لغبطة في الهرمونات او في بري اكتف فبتأثر على بعض الناس بتزيد في الوزن في بعض الناس امليانة وهو صغير وتقل في الوزن فدي مرحلة البلوغ اللي سمنا فيها مهمة جدا جدا ولازم نحافظ علينا لنحافظنا على الجسم من مرحلة البلوغ الغاية سن 18 او 20 سنة فده بيكون يعني خلاص الجسم بيحافظ على شكل داته لعمره اهم مرحلة اللي احنا نحافظ فيها على شكل الجسم ميبقاش في سبنة مظهر الجسم كويس اللي هو التفل الغاية 20 سنة هو ده الوضع الطبيعي في مرحلة البلوغ البنت لقيت نفسها عمالة تزيد امتى تخاف وتقوم تجري تروح لمتخصص يساعدها في انزال وزنها من اول ما تحسنها بتزيد لان هي لو سبت نفسها مشكلة السبنة ان احنا لما بنعمل دايت مثلا البنات بالذات وبيحب يخرجوا بيحبوا ياكلوا مع صحابهم او الاولاد يعني الشباب قاصل مرحلة البلوغ مرحلة البنات برضو اولاد برا لبيت مفترة طويلة لو هي نزلت عملت دايت ونزلت ورجعت الدايت لما بينزل بينزل من الجسم بالكامل دهون يعني كيلو اللي بتنزلوا تنزلوا من الجسم بالكامل يبدأ من فوق من فوق تحت او في ناس بتبقى وشهة اكتر تقولك انا وشي حاسنو خاسس قوي لكن هو من الجسم كله بينزل لكن لما بيجي بيرجع ما بيرجعش في جسم كورو فانت بتغياري يعني بيجي دهون ترجع سيبتي نفسك تكلبا فانت بتغياري شكل جسم بالكامل لشكل اسوأ لان دهون يوجولي بترجع في المناطق اللي فيها عدد خلايا دهونية اكتر على حسب الناحل ورسية فممكن تلاقي مثلا انت جسمك ممتاز نزلتي في الوزن وكان متناصق جدا نزلتي في الوزن انت الشابة او البنت لما يرجع تلاقي جا في الدبل تين او في الارضة في البنات المصريات كلهم اغلبهم من منطقة 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 دهون مليانة او في الدراعين في التجسد مرفع او الدراعين مليانين جدا او في منطقة السدر المنطقة من فوق فده يعني تكوين الدهون هو ده اللي بيخلي جسمنا يختلف بعد كده نزلوا الطلوة دهون لما بتيك ترجع بعد ما بنفقدها بترجع في الاماكن اللي فيها خلايا دهنية اكتر وده اللي بيعمل سن الموضعي اللي بقول حدك عليه حتى إذن كان هي مريض سن او مش مريض سن كويس طيب بعد مرحلة البروغة خلاص بنت خلاص مرحلة البروغة زد وزنها تعالجت منه حفظت على وزنها اتجوزت بقى وهنا بتحدث انفراجة اه اه اتجوزت بقى ايه خلاص يعني مش مشكلة بقى خلاص التارجت بتاعها حصل ايوه التارجت حصل اوكي نعمل ايه يعني احناك رجالة نعمل ايه هو انتو منت الرجالة بتخلقوا كمان بتلعلوه كرش بعد كل الرجالة بتلعلها كرش لا يعني مش بنفس القدر من يعني بنفس القدر بنفس القدر اه تعرف لا الرجل الثاني بعد الجواز كرش على طلبها قدام وهي بالنفسة هو طبع نتيجة الرحة النفسية والأكل لا رحل نفسية لا لا هو نتيجة لا نتيجة الاكل كتير مسلا او نتيجة انه بيطلع همه في الاكل ممكن اه دي نقطة فعلا مهمة لان فعلا التوتر بيزود بيزود السن هبقى اتكلم فيها بعدين التوتر بيزود السن اه بس هو الاكتر ستات بيزيدوا مش لانتجاوزة زي ما بنقول ده التهريج يعني اه هما بيزيدوا لان الحملة والولادة طبعا الحملة والولادة طبيعي جسم بيكتسب عدد كل كيلوات معينة يعني انا ستوصل لغات خمسة عشوينة تلاتين كيلو وده مش بيكتسب والطبيعي كل دول العالم سبعة لحداشر كيلو سبعة لحداشر كيلو سبعة لحداشر كيلو اه يعني من سبعة لعشر يعني تقريبا خلينا دي يوم كيلو زيادة مش مشكلة مين كيلو زيادة مش مشكلة المفروض دول بينزلوا مع الحمد اه اه يعني الحمري الطفل على حسب بقى وزن الطفل التفل بالحاجات اللي حوليه والخلاص يعني ممكن يوصل لخمسة لو وزنه بيز بس الماكسوم من تلاتة الخمسة كويس فلما يكون احنا من سبعة لحداشر بقى بنلعب مثلا في تلاتة تلاتة كيلو الخمسة كيلو زيادة عايزة ان نزلهم مع الرضاعة مع الحركة حطي امم سفر اه لكن هو المشكلة ان هم في ناس بيزيد كتير ودي مش بيديها حتى لو بتاكلش يعني هي مش بيديها لان الجسم بيخزم مايا كتير في ناس الجسم بيخزم مايا كتير عندهم موقت الحمل والحمل وفي ناس بتاكل يعني اكلها بيخايفها البيبي في بتاكل كمية اكلك ويس وحنا مقدرش نقولها متاكليش بس النهاردة لما بتاتجل الدكتور المريض الدكتور سوريا النسا بيقول لها لأ وقفش اكلك اعملي دايت بيوزنك والمفوض ان تفيدلي كل شهر عدد كيلوات ما تزديش عنه لان هو حتى خطر على البيبي الخطر على الدكتور نفسه هو بيشتغل نعمل هو خطر عليه وعلى جوزة ايه طبعا فيدي المشكلة فطبعا النزولها بيقى صعب قوي وفيه ناس بيزيد كمان في مرحلة الرضاعة فبتحط وزن زيادة وفيه ناس بتخسط الاغلبية طبعا بيفقدوا كل كل وقت الزيادة وقت الرضاعة لان الجسم بيحرق كتير جدا جدا واكتر اي مكونات غزائية بيخدك طفل بس فيه ناس بقى تقول لك انا والله انا بردع دلاتي ومعايا بيبي وما ببصش الكلام دا اه حل بقى على عسل على حلاوة على مش عارفة فتأة مش عارفة كل الحلاوة لو شربت مية كابت بيانفرز اصلا كابت بيانفرز اصلا لو شربت مية هياخد السكر او جلوكوز بيفرز الكابت هياخده على الجسم ويوزعه حينز يعني البيبي هياخد التغذية المطلوبة هياخدها انتي اللي بتخذي اوبرويت فلازم تحافظ جدا على الاكلها بعد الولادة لكن في المرحلة دي ملقاش نعمل اي حاجة لغاية ست شهور من بعد الولادة وخصوصا نسبة 80% السيدات دلوقتي بلوده قيصري وقت القيصري ما يقدرش اي حد يشتغل معها في اي علاقة للسنة الموضعية طيب لو يمكن نشتغل معها تغذية تغذية بس تغذية سيدات دلوقتي بيقولوا انا جوزت خلفت وزني زاد اعمل ايه خلفت وزني زاد بعد الولادة 15-20 كيلو كتاب بيقول 10 كيلو صنع كيلو لا اخي اوزنا زاد 20 كيلو وعايزة ترجع زي ما كانت قبل الجوز طيب اولا هو طبعا لازم تعمل المرة واحد الرياضة لازم تمشي مش الرياضة حتى مش الرياضة لان الرياضة اللي تبعت اصباحة صعبة في الوقت احنا فيه مش كل الناس بدا بتعمله هي مش صعبة بس فيه ناس بتستصعبها انك تروح نادي وانك تسيب البي واسيب البيت او تروح جمع في البيت ممكن تعملي اي رياضة يعني مسلا انت ملات البوش اوب اللي بتعمل البطن دي ممكن تعمليها يوميا في البيت وتشد لو عملناها من اول اسبوع بعد الولادة بتشد البطن بشكل غير طبيعي يعني البطن بكون مرينة جدا انها تاخد الوضع الجديد اللي انت هتعوديها علي جيني مره واحد مرة اتنين شربة مية بشكل كبير جدا لان الجسم بيبقى فيه افرق يعني سمومه افرق زيب بعد الولادة ومية قردي وترتين شب موجودة مخزنة معها املاح ومخزنة معها اشياء حاجات تانية كثيرة فالمية اللي بتشربها بتاخد كل املاح والسمومه اللي في الجسم وتخرج من الجسم تحاول تزود كم الاكل اللي بيعمل اضرار للبول ليه عشان برضو تنزل زي ما قلت حياتك السموم او تنظف الغضل اللفاوية تنزل السموم موجودة في جسمها فاساعدها انها تحرق طول ما الجسمينا فيه سموم او اللفاتيك سيستم مشى غير كويس بيبقى عندنا مشكلة جديرة جدا جدا في الحرق يعني الحرق بقى صعب فبالتالي اي حاجة هتكليها هتتخزن في جسمك الاكل يحاول تتزود الخضار تتزود الفكهة او مش يعني بقدر الامكان تتزود البروتين لانه طبعا هي وبيبي محتاجين بروتين وتقلل الى قدر حد ما مش تمنع تقلل الكربوهايدريت يعني تاكله بشكل مناسب او مش عشان انا مثلا بردع او حامل او كنا نتكلم او حارة الرضاة ااكل ثلو النهار لأ انا ممكن اشرب ما انشاء وشاوتي مية حتنزل حد الرضاة حتكون ممتازة بس تنظمي اكل كاي ان انا النهار دا حاكل الساعة في طارس مسلا ساعة عشرة يبقى كل اليوم الساعة عشرة الناس ما تغطرش يا دكتور الناس بتتغدى انت اكيد بتوقع بجهز الحرق انهائي بتتغدى وتتعشى ممكن تتعشى يعني طبيق ما هو الاسف اللي انشغلينه كده مش عارف ايه بتاعه اللي يقون ايمين بطر والله مش قادر اكل نفسي حبودة بقى او شغوة انت اصلا واكل اكل يخليكي مفيش نفس ماما الناس بتشتغل اللي ستة سبعة بالليل طيب يعني اسكت ستة مجاوزة بتشتغل او مقيمة في البيت فهي بتنتظر زوجها او زوجها او لو بتشتغل بتخلصها اربعة خمسة او ستة فبتاكل امتى بتاكل لساعة سبعة يعني هي بتاكل الوقبة متأخرة بس نحاول ساعتين اتليست بعد الوقبة جبان لو انا عارفة ان انا خلص انا اكلها متأخر دلوقتي وحنام اقلل بقى نسبة الحاجات اللي بتتخزن الدهون تبقى قليلة شوية السكريات دي مصيبة بتبعاجي عنها انهائي وممكن تغذية في الفراكه لان فيها قليلة بحا تساعدك ان اتحرق التكليل وفي نفس الوقت تساعدك ان تعمل بطنك تمشي قولون يمشي بشكل كويس وان ادرار للبول وكل حاجة تمام فبالتالي مش هزيدي لو احنا عايزين حاجات سكريات لكن ما جيش اكل مثلا نواق بزي محاطة قلت ترز وفتا وشافئة اوه اخش بقى اصلي كبالنص ساعة اصلي انا تعبانت اليوم من نمت او الناس كلها خروجها ما بقاش عالغدا بقى عالعشا اليوم يروح ياكلوا برا بس في مطعم شرقي ملوخية ولحمة ويه بقى اللي بتحبه بطه يا رب ويروحه بتنام طبعا دي مطال الخطور طبع منزلوا من المكان على العربية عربية البيت هم تعبوا جدام كده من الاكل مني ادم بطبعه او الانسان بطبعه انسان بطبعه كسور او بيحب يخطر الاسهل فالناس دلوقتي يبقى الاسهل بالنسبة لها هي عمليات تتميم تنبيس والشفط وعمليات من هذا القبيل برأيك هذي العمليات الى اي مدى ممكن ان تفيد وممكن ان تضر بالشخص العمليات لو معمولة اللي محتاجها هي مفيدة جده مين بقى اللي ممكن يقول محتاجها هو مفروض الطبيب بياخد بيشوف المريض بيعمله تحليل بيشوف السمنا هل هو عشان نعمل عملية لازم يكون داخل المواطحات اللي هو السمنا المفروضة عشان يقدر يعمل العملية كل عملية لها نسبة عالمية معروفة سليف غير particles غير Chung بتبطلوها البطلوها مرحلة قسمنا وزن زاج جدا التغذية العلاجية ومش قادر ان هو يعني في ناس تاكل تقولك انا باكل الهوى يعني لو تفرجت على حد بياكل او برنامج اكلها هتخد وفي ناس فعلا كده فهي خلاص هي وفي ناس بتاكل بشكل كبير فطبعا في ناس خلاص جسمها يعني نسبة الحرق عنده بسيطة اه في حاجات بتزود الحرق لكن برضو مش بتشتغل بشكل يعني مش كل الناس بتشتغل في معها الاكلات او بتقدر تعمل الاكلات اللي بتزود بتبطل داو مش كل الناس عندها قدرة دي عايزة قدرة وعايزة يعني ارادة غير طبيعية مش كل الناس عندها الارادة دي مش كل الناس عندها الوقت انها تعمل رياضة انا بقوله حدا التاني وقال حركة في نفسها لا ربع ساعة تكتورة يعني لو واحد عنده سمن مفرطة ما عندوش ربع ساعة يعمل فيها الرياضة بس هو يعني لو عنده وقت تعمل الرياضة ربع ساعة حتي بتقوله عليها دي ما كانش وصل لمحرات سمن مفرطة حتى كنت تتكلم الربع ساعة ونصف ساعة وكلام ده الناس اللي عندهم أفر ويد ده حعملوا حتى أزيل فول من بداية إحنا نحافظ من بداية دي محافظة لكن أنا جيت النهاردة بقيت سنة وفريطة طب أنا حاقيني حاقدر أمشى تريد بيل حاقدر أجري حاقدر مش هامح حاقدر مش هادر أنت هنا الحل الوحيد لك لو كنت عندك زيادة مفريطة في الوزن هي عمليات التكمين والتدبيس المعدة وفي ناس بتوصل أن حتى التدبيس أو السليب ما بينفعش معاها فبيتروا يعملوا لها اللي هما اللي بيأكلوا حلويات كتير يعني ممكن بيأكلك نسبة حلويات لو عصاير لو حلويات فدي مها ما عملت لها هو حالزيد في الوزن لأن هي الحلويات سهلة فهضمها الشوكولات الكلام ده السودا سهلة وبتدي نسبة صوارات حريعية عالية جدا فدول ماينفعش معا حتى السليب ما تنفعش معا فهم دول بيتاجوا للبيباس لأن كل اللي بيتاكل بيخرج برا الجسم أو اللي بيتاجي للبيباس تايل للناس اللي عندهم مرضى السكر لأن بقى اتضح برضو من منظمة صحة العالمية أن البيباس من العمليات المهمة جدا لمرضى السكر اللي ماشيين على الأنسولين اللي هم مش منظم عندهم السكر حتى بالأنسولين بيعلى وينزل فبقى البيباس فعلا بيعلى التمانين أو خمسة تمانين في المية من مرضى السكر مين الحالات اللي تقول لها بالله عليكي أو بالله عليك بلاش تلجأ لمثل هذا النوع من العمليات المرضى فيه مرضى فيه مرضى كتير فيه اللي عنده سكر عالي لان جرحهم صعب جدا هو يبقى في موضوع الجرح او انه الجرح يشفى بسرعة اللي عنده ضغط عالي فيه ناس عندهم امراض ضغط عالي ما بيقدروش يخش عمليات بسهولة بيخلق عليهم مرضى فيه امراض كتير المريض هننتقل لنقطة تانية غير الامراض بس خلينا اخذ تصال تليفوري استدعاء السلام عليكم اهلا وسهلا بيك تفضلي ممكن اكلم الدكتورة اهلا بيك هاي تفضلي ازاي حضرتك اهلا بيك ممكن بس اسأل سؤال انا ببرا الحلقة هو المركز بتحضرتك ده متخصص في الجرحة السمنة بس ولا جرحات تجليل كمان اه معايش صحي المركز بتسأل على علاجات كيرزون فيها اه جرحات سمنة بس ولا فيه جرحات تجميل اه هو احنا عندنا علاجات سمنة فيه جرح سمنة فيه الدكاترة بيكونوا موجودين في الموانسين حيبدأوا في الجرحات السمنة بس المركز يعني دكتور هو بيرش يعني بيكشف عليكي وبيقولك فين نعمل الجراحة مش عندنا في المركز لكن احنا اكتر علاجات السمنة علاجات السمنة الموضعية اللي بالاجهزة مش جراحات انا معايش انا مش اصدي على السمنة بس انا بتكلم على جرحات تجميل في الوش التجميل عندنا موجودة عندنا استاذ الدعاء هو اه العيادات كيرزون هي فيها هي عيادات تخصصية متخصصة فيه ايضا عندهم علاجات عندنا تجميل تبعاً آه موجودة والعنوين أسفل الشاشة موجودة في الشيخ زايد الحياة الخامس خلف السنترال وأيضاً موجودة في خمسة وخمسين شارع سوريا مهندسين أحنا كل نوع علاجات البشرة موجودة آه كويس علاجات البشرة آه آه طبعاً كل علاجات البشرة موجودة كل نوعنا في حلقة كمان آه عملنا في حلقة تانية كويس كنا نقول إنه مين من الناس غير اللي عندها سكر وضغط اللي عندها أمراض تقولي رصد بلاش تروح تعمل العملية دي انت ممكن الموضوع يمشي معاك كويس جداً جداً مع رياضة بسيطة مع تنظيم الغيزة بتاعك آه ما أقول تحتك هو أولاً المريض أو الشخص اللي بيأكل سكر كتير مش حيمشي معاك أبداً أي جراحة هيعملها إنه لازم ينظم غذائه ويأكل بطريقة كويسة ويمنع السكريات لإن السكريات سهلة جداً في الهضب لكن ناحية المرضية اللي بيحددها دكتور الجراحة يعني أنا في ناس أنا عارفة لما بيجولي إن أنا حقدر أعمل لهم تنظيم الغذائي وحقدر أعمل لهم أجهزة في ناس أنا من يوم موقت ما بيجوا أنا بيقول لهم أنا مش حاضرة يعني اللي فوق مثلاً 130-150 أنا مش حاضرة مهما يعني مهما اشتغلنا بالأجهزة وهو مش مساعدني في موضوع الدايت أو التنظيم الغذائي صح ومش بينزل معايا جربنا معا شهر مش بينزل ومش مستجيب والأجهزة ما بتجيبش حاجة عنده مشكلة في الكبد ومقدرش تتغل معايا مشكلة في كبد إن الكبد والكلة لما يكون فيه مشكلة أو أنزبات عالية أو أي خلل في الكبد والكلة ما تقدرش تتغل سنة موضوعية نهائلة لإن دا كل الحاجات دي بتخرج عن طريق الكبد والكلة ما فيهش أي خطورة لكن في نفس الوقت ما أعملش أبرلود على الأجهزة الجسم فلما يكون عنده سنة دهوم كتير فتيهتم اللود على الكبد وخصان لو عنده أي مشكلة في الكبد ما قدرش تشتغل معها سنة وضعية فده لازم للجراحات وحن نسأل عمليات الجراحية دكتورة فليك اللايبو ساكشن شخص جول الموضوعين قلتي لي لأ أستنى ليه؟ لأن هو الناس بتلجأ لشان تسهل الوضع إن أنا أروح والله بقت مشهورة وإن أنا أروح وأطلع وأنا صحية ومش هيعمل لي الدكتور تغدير وتغدير موضعي إحنا النهاردة دي مش هلكسبنا ده تحسين شكل الجسم طيب لما نيجي لتحسين شكل الجسم النهاردة إحنا عملنا تحسين لشكل الجسم باللايبس أكشن النهاردة بيلبس مش هدي الشكل يبقى لطيف لمدة ستة شهور سنة فعلاً لشكل الجسم يلقى لطيف لكن الجسم أنت مش هترجع عن نفسك وأنت قدام المراية يعني مش في اللبس في اللبس ممكن يكون شكل لطيف لكن ده المراية ليه؟ لأن الجسم فيه أماكن اتخذ منها دهون وأماكن لسه فيها دهون فبقى فيه تعريجات فيه عدم انتظام في الجلد فيه عدم ملمس الجلد مش كويس أماكن عالية وأماكن منخفضة في الجلد طيب بعد سنة بعد ستة شهور بعد سنة الدهون دي مش هتيجي لا هتيجي لأن أنا بعمل تجريف للخلايات دهونية في المناطق اللي بعمل فيها الليبس اكشن طيب الدهون لما أكل أنا كالتا محفظتش الليبس تبقى مبقاش يعني محفظتش عليزما الدكتور قال لي طيب الدهون دي هتروح فين؟ هتروح للأماكن تانية فيها الخلايات دهونية موهودة أو زي ما هي فانا قول Facet عملنا في بطط العلاج في الصدر وفي الضهر من ورا عملنا في درايا تلاقي لدراعاتك زادت عملنا في الاجناب تلاقي بعد مسلا ست شهور او سنة منطقة الافخاد او الرجول او رجال من تحت احساني مطقت الافخاد او الرجال عندما يتشيل منennen Its انا انا عملت مسلا زي ما قلت حدك في منطقة المقطن بتلاقي البطن بس او نقول الجناد في النسب عندها مشكلة منطقة الجناب دي. موضوع الجناب ده موضوع مهم جدا. اه. اه. خلينا نروح لجنب تاني. اه. اه. حاجة فاطمة السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اهلا وسهلا بيك اتفضلي. اه ممكن اسأل الدكتورة سؤال من فضلك. الدكتورة ما حالك اتفضلي. اهلا بيك. اه من فضلك يا دكتورة انا عندي خمول في الغضة الدركية. ايوه. والوزن عندي خمسة وتسعين والسن سبعين سنة. اوكي. والحركة مفيش حركة خالص. هم. طيب بتاخد اي اي علاجات في الغضة؟ باخد انتروكسين ايوه للغضة بس انا ما الوزن زيادة اوي وعندي طبعا خشونة. هم. فعيدة الوزن ينزل مش عارفة اعمل ايه. لا احبي لازم الاول ان نشوفك ان شاء الله محتاجة اكيد بس هينزل الوزن بسهولة جدا. احنا عندنا اجهزة اولا احتقال لازم تنظيم الغزائي. اه ولازم. طيب حاجة فاطم. ايوه. طيب محتاجة تسألي اسئلة تانية. ما تقدرش تقول لي اه امشي على نظام ازاي. اقول لحضرتك حالا. حاول لحياتك حالا. ايوه. الدكتورة هجاوبك. ماشي يا حاجة فاطم بشكرك شكرا جزينا وربنا اديك الصحة. اه. اه. هي محتاجة تقريبا نظام غزائي. ده لازم تاخد نظام غزائي. لازم تعمل جلسات عشان علاج الواتر تانشل. لان اللي بيبقى عنده مشكلة في الغضة ده رقيب بقى عنده نسبة كبيرة جدا. ده اللي بيزود بزن. اه. ونسبة كبيرة جدا من الاحتماس المائي. او الواتر تانشل. اه. في بعض اطباء حتى على هو الدكتور بتاع الغضة هو اللي بيقرر ده بيدوم احيانا لازم او اي دواء عشان مدرر البول ان الوزن زايد بيكون اساسا من الغضة دي بتعمل بيتقل حرق الجسم فبيزيد اي اي دهون بتتاخد او اي اكل بيتتاخد بيتخزن بسهولة في الجسم. الواتر تانشل اللي احنا قلنا عليه. اه. احنا لو هي تتشرفنا اهلا بيها فيها بنقدر بنعملها تنظيم غزائي. وبما ان هي عندها خشونا. بسمحة كلمة اجهزة كده في المرس. اه. ايه الاجهزة اللي. احوال لها حياتك. بنا عندها خشونا اللي لازم تشتعل على الاجهزة. هي مش تقدر تعمل رياضة. مش تقدر تمشي. احنا عندنا اجهزة زي اجهزة العلاجة الطبيعي اللي بتشتعل على خشولة الركب وخشولة المفاصل والدهر. عندنا اجهزة بتساعد على التخلص بتساعد الجسم على انه يبني الكولاجين بين الغضاريف تاني عشان بتقدر بعد كده ان حياتها احسن حركتها ومفاصلها افضل. اه بعمل لها نظام غزائي خاص. ان تساعدها ان زي الكولاجين او الاكل الحاجات اللي بتفقدها اللي بتقدي الى فقدان الجلاتين اللي بين المفاصل. يرجع يتكون بالتدريب. مادة اللازك اللي بتساهل حركة المفاصل. اه اه اجهزة زي الفلاشف مثلا زي الكرايو يقدر يخلصها. الكرايو جافتيشن. الكرايو اه اه او الفلاشف يقدر يخلصها من الدهون اللي لو هي حالة الكبتة هون تحالتك لها عندها كويسة نقدر نعمل اللي عمل لها الكرايو وده بيخلصها من الدهون اللي هي متكتلة وبيحرق نسبة كبيرة بنحرق دهون سبعين في المية من الدهون الموجودة في الجسم مع تنشطات دورة الدموية عشان يخلص الجسم من السموم. فيها عندنا جلسات اللاف الحراري والجلسات اللاف الحراري دي ممتازة جداً منها تخلصها من الووتر ناس بتنقص في الجلسات دي من كيلو لكيلو نص واغلبهم طبعاً هي كهدوين كبيرة بس الاغلب مية ودي بنعملها للسيدات بعد الولادة او السيدات البنات اللي عندهم تكيس في مبايد ان عندهم او للحالات اللي زي المادام اللي تكلمت اللي هي عندها كسل في الغدفة برضو بعدها احتباس نائي كتير اه احتباس نائي مية اه بيعملها وزن مش هيطلعوا اي حاجة وطبعاً حتى كعارف الادوية المدرة للبول دي ادوية اخلبها خطرها الكلام فيفضل نعملها بالشكل الطبيعي. كويس طيب ايه الحاجات الغذائية اللي ممكن ان هي تلتزم بيها او ممكن هي تمشي عن نظام غذائي حد من شواله تقدر تشرفنا في العياتها. النظام الغذائي اللي ممكن تلتزم بيها هي اولاً يعني قادر امكاة يعني تاكل خضار وفكهة ثم هي قاعدة يعني اولاً تلتزم بالاكل خمس وقبات مش خمس وقبات. تاخد فطار والفطار تاخده زي ما هي عايزة. اه. زي ما هي عايزة. اه. تاكل اللي هي عايزة في فطار. فطار كله بتحرك. يعني هي تملي بياخده المرضى الغذة بياخده الدواء بتاع الغذة بياخده الصبح يعني مش قبل ما ينام. فقط هي تاكل. والاكل اللي بتاكل ده كله. ما قبل الفطار لازم تاخد ثلاث كوبات مية. تفطر زي ما هي عايزة. اه. بس مش تاربط ربع غير. ثلاثة اربع رغيفة يعني 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 رغيف كلام من ده. في كل الموجود ممكن بيض ممكن اي تختار اللي هي عايزة. اختار بتاعنا الطبيعي. اختار المصري. اه. بعد فطار بساعتين تقدر تاخد فكهة. اه. بتفضلي اي نوع من الفكهة? اه. لا اي بس فيه فواكن اللي فيها الالياف يعني زي. طبعا نبعد عن السكريات وكلام ده. التفاح مثلا. التفاح. فاح الاخضر. المصفحة ده ممتاز طبعا. الفضر كل يوم واحدة. البرتقان اللي لو ما عندهاش سكر ممكن منجة ممكن. يموز. اه. مهم اوي 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 كبير لحرق الدهون ده حينشط عده حرق الدهون جدا. حكت اللي قلنا بكده البرري اللي هو اه. التوت البري اللي هو الروز. اه التوتء المثلт اه. التوتال اوة اللي هو الاخمر. اه. التوت اللي هو هو اللي اللي اه. اه. التوتالي هو بلو بري. teaches boys leading C totally الفراولا. اه. كل المراينة دي دي. اه. شغلها الاساسي. يتحرقه. الملونة الحمر الحلو. اه الملوانة الحمر الحلوة. اه. ولLطيفة وموجودة عند الكريز. كل ده بيحرق دهون. اه. تدخل اه كتير في اكلها البروكلي تدخر في أكلها الكرومب لان دا كله بيحرق دهون وفي نفس الوقت بتطلع الوطر تنشل موصولة الأرعيات والأرعيات ممتازة فيه ناس ما داروش ياخدوها لأن هو الأرعي البامكن اللي بيبقى عندهم سكر عالي في دانس السكرية عنده بالزيد ممكن كمان أقول لحدك المهمة قوي تقدر تشرب سعيدها قوي تشرب كوباية كل يوم عريق بعد هونس مغلي مع كرفس يعني تقاطع شوية بعد هونس شوية كرفس وتحطوا معها جهنزبيل وتحط بس ونص لمونة دول تشربوا مع الريق وممكن تشربوا قبل ما تنام تاي دول بينزلوا كل بيعمل إدرار كامل للماء الموجود في الجسم يعني الناس اللي عندها ترتينش انت بسعادة جدا أنها تتخلص من ماء الموجود الغداء بعد ساعتين بتاخد الغداء في معادة العادي بين الغداء والعاشة لازم تاخد حاجة بعد ساعتين من الغداء عشان تنشط الحرق بتاع الجسم بس الحاجة اللي حتى كلها لازم تكون فكهة أو خضار يعني ما تجيش أكل مثلا بقلوة أو بسبوسة أو ساندوش تاني وقول أصل أنا بناشط لأهو كده مش حيناش تجسم كده حتخذ والعاشة طبيعية وقبل ما تنمش قبل ثلاث ساعت من العاشة قبل ثلاث ساعت يعني عشاش واثنم عطوة لا 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 كويس ولازم قبل ما تنم برضو تاخد ماء تاني كويس عندنا كتير من الأجهزة اللي مع النظام الجزائي بتساعد في إنزال وزن الوق environments أحنا أولا في العادة كيرزوي عندنا كل الأجهزة تقريباً موجودة في ال Var narcissist كل موجودة عندنا بنتميز بال Villa shift اللي تتناورنا بنتميز بال Villa shift nä Connect Block diesem امركز كتير في مصر ممكن المركز أو ألواتنين في مصر اللي موجود فيها بتنفع لبعض الحالات مش لكل الحالات هي جهاز بيحتوي على يعني هو خمسة فانكشن أو خمسة رؤوس مختلفة أو بيستخدم خمس استخدمات عندنا RF عشان يساعد على حرق الدهون عندنا فيه عندنا الرولنج أو الاستوانات اللي بيساعد على المساج للجسم عشان تنظم أو الغض اللي يتشتغل وتنشط الدورة الدموية عندنا الفاكيوم اللي بيشيله الدهون الباكيوم ده زي الالبي جي كده بياخد الدهون من مكان زي ما حدتك قلتلي بالكده النقط اللي قلتلي ان في ناس انتان دهون تجمع دهون في مناطق معينة أكتر من مناطق تانية فبتعملون مشكلة في اللبس فده بيعمل زي كده بياخد الدهون مع زابتها بالRF بياخدها بيوزحها صحة في المنطقة الموجودة فبتبقى المكان مفيش فيه النزلات أو الطلعات اللي بتكون موجودة دي أو تجمع الدهون في المكان معين بنوزحها بطريقة كويسة بيعالج السيلولايت وبيعالج نمرة واحد الحالة بتاعت المادام اللي هو الووتر تينشن أو الاحتمال المائي هو جهاز المستو انه بيشتغل على الخمس حاجات مرة واحدة وده غالبا مش اغلق يانيوه ممكن هو كرايف فقط اللي بيشتغله خمسة فانكشن أو خمس حاجات مرة واحدة على الدهون المتوسطة والعميقة والسطحية بس ده بيزيادة عن الكرايف انه هو بيعالج كمان السيلولايت بشكل كبير وبيخلصنا من الووتر تينشن موجود في الجسم لو قلنا نهارده انا عايز قدي نصائح النصائح دي يكون موجهة للناس بشكل عام الامهات لان انا شايف ان الام اذا اعتمت بصحة الطفل من البداية هنبقى احنا في حتة ثانية خالص لانه الطفل لما بيتعود على نظام الجزائي من هو صغير غالبا بيكبر به بعد كده ممكن يبقى وزود كصة تانية نصائح بقى لاخدها كده 1-2-3-4 نديها للناس بشكل حد بالنسبة للأطفال نمر واحد تمنى الخضر وفاكة مهمين جدا جدا للأطفال احنا قلنا برضا لازم الكربوهيدرات ولازم السكريات لانهم بيحرقوا كل ده بس الخضر وفاكة مهمين اغلى بالأطفال التي مش بيحبوا الخضروات والفواكه بس احنا فيه طورق ممكن نضحك عليها بيوم يعني مثلا عندك الكوسة مفيش طفل بيحب الكوسة بس احنا ممكن نعملها شربة بالكريمة فتتمل كنها شربة فممكن يا كلها الطفل ممكن انتي يعني تتحالي على طفل بان تتديله الحاجات اللي نقصة في الخضر وفاكة بطرق تانية بعصير بشربة التبعيدي لما يكون في المدرسة ان هو نديله العصير اللي فيها نسبة مواد حفظة او نسبة سكريات عالية دي مشكلة جدا جدا مفروض ما تتجهلاش الأمهات يعني لو احنا بديله عصير في المدرسة في المدرسة لازم اتديله هكون حريصة ان يكون العصير ده ما فيهوش مواد حفظة ما فيهوش نسبة سكريات يعني يكون شجر فري او يكون زي في بعض عصير بيكون طبيعي مياه المياه بدون اضافة السكريات ده كله بديه سكر له ده مش مطلوب لأطفال نهتمل نحنا اديهم نسبة ناتس او مكسرات او كلام ده عشان فيتامين بي وفيتامين سي اللي محتاجينه يأكل زي ما هو عايز يقلل طبعا الحلويات وهو مش بالضغط لان الطفل ما بيجيش بالضغط الطفل الاسكى واعند من الام راح بالراحة بالراحة وبالمكافأة او ان انا اديله حاجة بطريقة الحافظ يعني شوف ايه اللي بيحبه ويكون في فايدة وازودله منه ده بالنسبة للاطفال الشباب بقى اللي يعني اكتر حاجة بيعملها بحياته انه تقريبا بيأكل برا في الشرح الناس عموما يعني كلهم بجميع المراحة العمرية طبعا المراحة المية لازم على الاقل ياخد من اتنين لتلاتة لتر مية يوميا على حسب طوله ووزنه المية مهمة جدا جدا انه هي اللي بتخرج الصموم اللي موجودة في الجسم زي بقولنا اللي بتعمل بلوك للنفاتك سيستم انه هو يقوم بالحرق بطريقة جيدة نمر اتنين نمشي نمشي يعني احنا لقد ننزل من شوالين نركب العربية نطلع من العربية روح البيت نطلع من البيت ندخل البيت نقعد على الكنبة نطلع من الكنبة ما دخلش على السل لا طبعا لازم نتحرك شوية انا احيانا بتعمل اسيب العلوائف ما كان بعيد شوية عشان تمشي عشان امشي شوية انا رايح اه طبعا ومشي شوية وإحنا ده وعندنا حلو جدا جدا ان تقدر تمشي يعني مش تازم نتكلف وروح بجم لو عندك سلم طلعت السلم مرة واتنين حتجيب نتيجة لو مشيت ولا فتت البيت شوية حتجيب نتيجة بدل ما تقول لحد هاتلي ده وهاتلي ده انت تقوم بنفسك تتحرك ده كله كل ده حرق دهون اه نمرأ اربعة التغذية السليمة طبعا نبعد شوية عن السكريات او نقل شوية من السكريات فاست فودي قل لي شوية ولو قدرنا نمنعها يبقى ايه هو انت صعب تمنع السكريات لان هي يعني الشيء السكر اللي بيحط ربع خمس معالق انا طبعا السكر ده مشكلة كبيرة جدا اه انا متكلم عن السكر اللي بيحط ربع خمس معالق في الشاي ده موضوع كبير اه لا طبعا لي فضل ويفضل الناس اللي بيزيب بسهولة انها تتجه بلاش دقيق الابيض يتجه لدقيق الاصمر يتجه للشفان يتجه للشعير بيشغل القولون كويس وفي نفس الوقت ما بيخزنش الكربوهايدات اللي بتاخد ما بتحولش عليها يقيد دهون بتحولها يقيد طاقة كويس دكتورة جيهان فريد يعني وقت الحلقة الجري جري بسرعة زي ما نفسي الناس تتحرك وتجري وتمشي بسهولة وقت الحلقة الجري مع حضرتك مشكرك شكرا جزيلا لو جريست معين دكتورة جيهان فريد اخصائيات علاج السمنة والنحافة ودبلوم في التغذية العلاجية دبلوم في علاجات السمنة من جنوب أفريقيا وعضو الهيئة أسيوية العلاجات الجديدة وليزا بشكرك شكرا أهلا بك شكرا 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 في كل مكان دايما نقول أو كما قالوا سابقا سلسل لطعامه وسلسل لشرابه وسلسل لنفسه وهقولكم نصيحة علي بن أبي طالب اللي كان بينصح بيها قال لك اشرب كل ما يؤكل وققل كل ما يشرب طيب ايه كلمتين اللي ما قالهمش مش مفهمين دول إن الحاجة اللي بتتاكل مضوها كويس جدا ما تبلعهاش فتنزل في معدتك شراب والحاجة اللي بتتشرب استطعمها محدش بيجري وراك إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وعايز أقول لكم إنه عيادات كيرزون من ضمن العيادات المتخصصة في علاج السمن ونحافة العيادات المتخصصة فيها تقريبا كل التخصصات ناقصهم بس يجيب وتخصص العيون ويبقى بقوا مركز طبي كامل متكامل هقول لكم العنوان والعنوان أيضا هيظهر أسفل الشاشة الشيخ زايد الحياة الخامس خلف السنترال في سقيمول وخمس وخمتين شارع سوريا بالمهندسين إن شاء الله بإذن الله شوكم في حلقة قادمة أخرى من برنامج وشتكري زون الحد ما شوفكم إن شاء الله لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته